كما بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة لرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة لرئيسي مجلسي أشنواب والشيوخ ورئيس مجلس الوزراء بمناسبة قرب حلول عيد الفطر كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لوزير الأوقاف ومفتر الجمهورية كما بعث برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاون الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام